بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي أعظم الله أجورنا وأجوركم أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام الأليمة أيام شهر محرم الحرام أيام عشراء الحسين أيام الشهادة والفداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم وجميع المؤمنين من المواسين لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين ولمولانا صاحب العصر والزمان وأن يكتب لنا الأجر الجزيل بهذه المواساة بحق محمد وآله الطاهرين أيها الإخوة الكرام نواصل وإياكم تقديم سلسلة الحلقات الخاصة عن مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام والتي وسمت باسم الأخ المواسي حيث سنشرع في هذه الحلقة وما بعدها من الحلقات ببيان بعض المفردات وتسليط الضوء عليها والتمعن في بعض العبارات التي وردت في زيارة الإمام الصادق عليه السلام لسيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام حيث افتتح الإمام الصادق عليه السلام الزيارة بقوله سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين فابتدأ الإمام سلام الله عليه الزيارة بكلمة سلام الله كلمة سلام الله كانت البداية التي بدأ بها الإمام سلام الله عليه زيارته لعمه العباس عليه السلام حيث قال سلام الله وعند التأمل في هذه العبارة ما هو سلام الله أولا لعل كل مسلمين أو معظم المسلمين يعلمون أن السلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو أحد أسمائه كذلك إذا تأملنا في القرآن الكريم نجد أن لفظة سلام أو السلام أو سلاماً وردت في عدة موارد في القرآن الكريم لعل فقط لفظة سلام أو سلاماً أو السلام ربما وردت أكثر من ثلاثين مرة أو إذا جمعت معها مشتقاتها قد تصل إلى أكثر من مئة وثلاثين مرة فكلمة سلام ولها عدة معاني معاني مختلفة للسلام معاني مختلفة تارة تأتي بمعنى اسم الله سبحانه وتعالى تارة تأتي بمعنى التحية تارة تأتي بمعنى السلام من الشر أو تأتي للثناء أو تأتي بمعنى الخير أو ربما تأتي خلوص الشيء من كل شائبة ولعل اسم الله سبحانه وتعالى هو السلام ربما يقول بعض المفسرين بأن السلام هو اسم من أسماء الله وصف بهذا الاسم لأنه يخلص من كل شائبة ترد على غيره من المخلوقين فكلمة سلام بدأ الإمام سلام الله عليه بكلمة سلام الله كذلك إذا رجعنا إلى بعض التفاسير في كلمة سلام يجد أن كلمة سلام وردت في القرآن الكريم في عدة آيات وخاصة مثلا في سورة الصافات سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين أو آل ياسين سلام على المرسلين عدة موارد وردت فيها لفظة السلام من الله يعني السلام من الله ورد في عدة روايات على الأنبياء كذلك على أهل الجنة كما في قوله سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فهذه كلمة سلام كان من الله عز وجل تارة على الأنبياء تارة على أهل الجنة فاستعملها الإمام سلام الله عليه للسلام على عمه أبو الفضل العباس عليه السلام وردت في زيارته وابتدأ بها كلامه سلام الله عليه وهي تعني كما يذكر المفسرون تارة تعني بأن يسلم الإنسان من الآفات والتخلص من المكروهات أو من المكروه والأذى هذا على قول بعض المفسرين على قول بعض آخر منهم كما هو في قول صاحب الميزان أن المراد هو كتابة الرحمة على نفسه وإيجابها وعدم انفكاكها عنه جل وعلا في كونه أنه هو مفيض الرحمة على العباد فالسلام هو بمعنى إفاظة الرحمة كذلك يقول بعض المفسرين أن السلام بمعنى السلامة والعافية من كل أنواع العذاب والعقاب في يوم القيامة والسلام هو صمام الأمان أمام الهزائم أمام الأعداء يعني الله سبحانه وتعالى جعل السلام هو السلامة والعافية من الآفات والزلات ومن العاهات والعذاب والعقاب أيضا ورد في الخبر أن الله سبحانه وتعالى قد حمل جبرائيل بأن يوصل السلامة إلى السيدة خديجة سلام الله عليها فبلغ جبرائيل سلام الله عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال أبلغ خديجة من الله ومني السلام فالسيدة خديجة كما نعلم هي العالمة الفاهمة الجليلة قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام وعلى جبرائيل يعود السلام فالسيدة أيضا سيدة خديجة عالمة بمكنون هذه العبارات ومضمونها فردت على سلام المولى بأن الله هو السلام وإليه السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام ثم عرجت وقالت وعلى جبرائيل السلام أيضا هذه العبارات كما قلنا أنها ذات معنى عظيم فكلام المعصوم سلام الله عليه بأنه قال وهو المعصوم الذي لا ينطق إلا حقا ولا يقول شططا يبين منزلة سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام في هذه الزيارة بأن هذا المكان وصاحبه عليه الرحمة تنزل عليه الرحمة وله العفو والأمان وليس هو فقط ليس فقط صاحب هذا المقام وإنما لعلو شأنه ولجلالة منزلته حتى من يلتج إليه يمكن أن يحله في برد السلام أو تحت خيمة السلام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الصالح وهو أبو الفضل سلام الله عليه حيث أن مكانه يمكن أن يكون محل للرحمة محل للبركة محل لأن تنزل البركات والرحمات لمن فيه ولمن يلتجه إليه فهذا المكان هو مأمون بسلام الله سبحانه وتعالى كما نعلم أن التحية في الإسلام السلام عليكم إذا قال أحدهم للآخر السلام عليك بمعنى أني أعطيك الأمانة والسلامة مني فالله سبحانه وتعالى إذا أودع سلامه في مكان بمعنى أنه يعطي السلام أو السلامة والأمان لصاحب هذا المكان وإن شاء الله لكل من يلتج إليه صادقا وعارفا بحرمة صاحب هذا المكان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن ينال هذه الرحمة ومن يشمل بهذه الشفاعة وهذه الرحمة وهذه المغفرة وهذا السلام الذي أنزله سبحانه وتعالى على لسان الإمام الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله ثم عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه على سيدنا أبو الفضل عباس نسأل الله أن يشملنا بهذا السلام وهذه الرحمة وهذه المغفرة والكرامة اللهم صلى على محمد وآل محمد واكتبنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا إنك سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة